الله يسعد أيامكم وكل عقاسكم بكل خير ورجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ بقصتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا كنت جديدين ولا تنسوا تحطوا لي لايكات كثيرة وتكتبوا لي كومنتات جميلة زيكم وعشان لا أطول عليكم رح أتكر رسميكم بنهاية القصة ولا تنسوا تصلوا عن نبي اللهم صلي وسلم عليه ويلا نبدأ بقصتنا تقول صاحبة القصة عمري بالأربعينات عينتي ولد وثلاثة بنات وقبل سنتين ازوجت ولدي من البنت اللي حبها وما حبيت أوقف بطريقه ولا أمنعه بس أبوه كان رافض لأنه صغير وتوه على المسؤولية وقتها كان عمره 23 سنة وتوه متوظف ولسه ما كون نفسه مثل الناس والسبب الثاني لأنها أكبر منه وأنا ما أشوفها مشكلة أبدا متوظفة معاه بنفس دوامه والبنت محترم مرة وبنت ناس وما شفت عليها شيء أبدا جلست معاها قبل الخطوبة وكمان زرت أهلها وما شفت أي سبب يخليني أرفض وقفت معاه وساعدته ماديا وطلعت قرض عشان أساعده وبعدها خطبنا البنت وزوجي وافق بصعوبة وهو ما مقتنع أبدا ولهذه اللحظة ما أقض موقف مزعلان مني وكان يبغاني أمنعه من الزواج قلت له طيب وإذا راح وأخذها من غير رضانة زماننا غير زمانهم هم يختارون ويقررون بموضوع الارتباط والحمد لله طالما الاختيار صح وين المشكلة؟ ولاش أمنعه؟ والحين هم متزوجين وأمورهم طيبة وعندهم ولد بس زوجي للحين كاره بنت الناس وإذا جلس معانا وهي موجودة يكون مكشر ومطيقها أبدا كلمنا كذا مرة حتى بنتي الكبيرة تكلمت معاه والولد بنفسه حاول لكن بدون أي فايدة هذا الموضوع تعبني كثير ما أبغى ولدي ينكسر خاطره مسكين شايف كل شيء ومتحسس بس ما يتكلم والبنت جياتها صارت قليلة وصار ولدي يجي لحاله حتى حفيدي انحرمت من شوفته بحكم أن طفله صعب يجي بدون أمه يحس في خاطر مرة لما يجوني بناتي وأحفادي وأخوهم يجي بدون زوجته وكل ما كلمنا نفس رده هذه طريقتي وما رح أغيرها وآخر مرة طلعنا شالية أنا وبناتي ويوم عرف إنها موجودة اعتذروا أحرجني قدامهم ونكد علينا طلعتنا حتى هي حسد بذاك اليوم لكن ما قالت شيء وحتى أهلها ما يبغاهم ولا يبي أي علاقة معاهم رغم إنهم ناس راقين ومحترمين مرة قلبي يوجعني عليها كثير ودائما حرج منها حاولت بشتة طرق أحل المشكلة وكنت متوقعة مع الوقت بتنحل وزوجي بينسى كل شيء لكن مع الأسف ما تغير أبدا تكفوا ساعدوني ويوجهوني وإيش ممكن يكون الحل وإلى هنا انتهت قصتنا ويا أهلين فيكم فاطمة زهراء من العراق تمسم من فلسطين طيف من العراق وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظروني بقصة جديدة ترجمة نانسي قنقر